الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليًا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم عندك نقص في الوزن تخضع لبرنامج غذائي معين لكي تحصل على الوزن الطبيعي عندك زيادة في الوزن تأخذ رجيما غذائيا ورياضيا لكي تفقد جزء من الوزن الزائد الطرق للرجيم طرق عديدة بل لعلي أقول كثيرة ومختلفة ومتنوعة ولكن هناك نقطة جامعة في كل هذه الطرق وهي لا تحتاج لا إلى تخصص لا تحتاج إلى معرفة عالية في هذا المجال لعل كثير كثيرا من الناس يعرفون هذه النقطة وهي الالتزام بهذا البرنامج بهذا الرجيم إذن فلت الإنسان يوما واحدا من هذا البرنامج عادة ما يكون فاشلا في تحقيق النتيجة التي يريدها يوم واحد إذن فلت بعض البرامج هي تعطي يوم راحة بالأسبوع مثلا تعطي يومين راحة بالأسبوع مثلا هذا ضمن البرنامج أما إذا الإنسان انفلت التزم بالبرنامج أيام ثم انفلت يوما ما التزم هذا يعني أن الشخص سوف لا يحقق ما يريد عادة نقطة المركزية الالتزام بهذا البرنامج الغذائي أو الرياضي أو أمثالهما هذا الموضوع تركوه الجهات المتخصصة لحماية البيئة هذه الجهات تعمل في الأسبوع سبعة أيام في كل يوم يلزم أن يراجعوا أن يراعوا الوضع البيئي لا يمكن أن يوما هذه الجهات لا ترعى القضية قضية مهمة هناك موظفون لأيام العطل لا يمكن أن تكون هناك عطلة لهذه القضية المرتبطة بالبيئة بالنسبة إلى بلد بالنسبة إلى مكان معين أو جهة خاصة في البيئة وتركوه على جانب الأمن الذي هو من أهم الأمور في حياة الإنسان مع قطع النظر عن الطرق الخاطئة الكثيرة في العالم اليوم الجهة المسؤولة أو الجهات المسؤولة عن الأمن لا يمكن أن يغفلوا أو يتركوا هذا الأمر يوما واحدا في كل يوم لا لا يمكن أن يتركوا هذا الأمر ساعة واحدة لا أقول يوما واحدا خصوصا البلاد التي في القرب منها يوجد عدو خطير جارتها مثلا عدوة لا جهة قوية عدوة لهذا البلد الجهات الأمنية يلزم أن ترعى القضية الأمنية في الأسبوع سبعة أيام وعلى مدار الساعة العدو العدو القوي المنتبه أخطر شيء لو لو غفلوا نصف ساعة لو غفلوا خمس دقائق أحيانا يحدث خرق أمني قد يؤدي بالبلد إلى الإنفلات لفترة لعله خمس دقائق خفلة طبعا قلت الحكومات كثير من الحكومات تستغل هذه القضية لتمشي لتسير سياسات خاصة لا علينا الآن بالحكومات ولكن هذا الواقع إذا لم يكن الشيء خطير جدا البلد الذي عنده عدو أسأل سؤالا هل يوجد عدو العدو القوي المنتبه هل يوجد عدو أخطر أو أقوى أو أكثر انتباها من الشيطان هل يوجد عدو أخطر أو أقوى أو أكثر انتباها من النفس الأمارة بالسوء الذي عنده هكذا عدو كيف يلزم أن يعمل كيف يلزم أن يكون نبيها في الأسبوع مرة يذهبون إلى الكنيسة مقابل هكذا عدو يكفي طريقة فاشلة 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 عدو يعمل بالأسبوع سبعة أيام في كل يوم 24 ساعة تقابله في الأسبوع يوم الأحد فقط يذهبون فترة قصيرة إلى الكنيسة هي الطريقة دالة على أن الدين دين غلط طريقة مقابلة الشيطان وهذه الطريقة الإسلام هو الصحيح في كل يوم على الأقل ثلاث مرات الصلوات الواجبة ناهيك عن الصلوات المستحبة ناهيك عن الأدعية أشياء تقطع عن الشيطان أشياء تقرب من النور الشيطان يريد الظلمة هذه كلها أمور نورانية ناهيك عن استحباب سجدة الشكر في كل ما حصلت لك من نعمة أو دفع عنك أو رفع عنك شيء من النقمة يستحب أن تسجد سجدة الشكر إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب أن تصلي على محمد وآله محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد مراكز نور إذا سقط الإنسان والعياذ بالله تعالى في عمل محرم يجب عليه هذا ليس من المستحبات يجب عليه أن يستغفر فورا ففورا يعني ماذا فورا ففورا يعني الإنسان سقط في المعصي واجب فوري عليه لا يجوز له أن يؤخر الاستغفار ثانية واحدة عمدا ما أستغفر في الثانية الثانية ما أستغفر في الثالثة ما أستغفر في الرابعة هذا معنى فورا ففورا مع كل هذه الأمور الروحانية مع كل هذا العمل ضد طريقة الشيطان لعلك تفلت من شباك الشيطان لعلك أولئك في الأسبوع مرة مسخرة يعني مسخرة حقا مسخرة الشيطان يسخر بهم الشيطان يقول أنا أعمل هكذا هؤلاء بالأسبوع مرة المسلمون عندهم هذا الشيء الكثير لعله يفلته الإنسان من الشيطان لعله عدو منتبه خطير الأوبئة الأمراض العامة التي تحدث كم يكون الإنسان منتبها حتى لا يصاب لعله لا يصاب لعله الشيطان أخطر من كل هذا كلمة السر لنجاح الإنسان في أي برنامج في أي بعد من أبعاد حياة الإنسان كلمة واحدة هي كلمة السر الاستمرار الانضباط حسب الضوابط حسب البرنامج هذا الذي القرآن الكريم يعبر عنه حسب تعبير القرآن الكريم ورابط المرابطة كيف يكون الاستمرار حسب حاجة البرنامج مثال الأمور الروحية هو مثال الأمور الجسمانية تشبيه المعقول بالمحسوس الأمور الجسمانية محسوسة حاجة الإنسان فيما يرتبط بجسمه كيف تكون مختلفة حاجة الإنسان إلى الغذاء يوميا عادة أكثر من مرة على الأقل مرتين حاجة الإنسان إلى الدواء بعض الأدوية تحتاجها في اليوم ثلاث مرات أربع مرات كل ست ساعات مرة تأخذ هذا الحب تأخذ العلاج الفلاني كل ثمان ساعات مرة تأخذ العلاج الفلاني بعض الأدوية تحتاجها في اليوم مرة بعض الأدوية تحتاجها في الأسبوع مرة عثر الدواء يبقى إلى فترة أسبوع أو يؤدي دوره إلى فترة أسبوع بعض الأدوية بصورة شهرية تأخذها الأمراض الخطيرة بعد أن تعالج تحتاج في كل ثلاثة أشهر مرة أحيانا ستة أشهر مرة أن تأخذ شيئا كوقاية هذه أدوية مختلفة لأشياء مختلفة في الجسم هي الأطعمة أصلا الطعام كل طعام يؤثر في جانب تأخذ التفاح تأكل التفاح أثره جانب من جسم الإنسان تأكل الثوم أثره في جانب آخر المأكولات المشروبات كل شيء منها يؤثر في جانب الأمور الروحية هكذا بعض الأمور الروحية تحتاجها في كل يوم أكثر من مرة مثل الصلاة الواجب لماذا الله عز وجل أوجب الصلاة معنى الواجب ما هو معنى الواجب أنه شيء ضروري لا يمكن أن تستغني الروح الإنسان عنه هذا معنى الواجب ضروري ولا تستغني الروح عنه المستحبات أيضا هكذا أمور درجات طبعا المستحبات أمور نافعة للروح قد لا تكون ضرورية ولكن نافعة تؤثر أثرها كالتفاح للجسم كالثوم للجسم كالبرتقال للجسم كم هي حاجتك الحاجة مختلفة إلى التفاح الحاجة مختلفة إلى البرتقال مثلا الحاجة مختلفة إلى الماء كم يلزم أن تشرب الماء حاجات مختلفة الروح هكذا بعض الأمور تحتاجها في كل يوم البرنامج الروح يلزم أن يكون منوعا حسب حاجة الروح بعض الأمور واجبات يومية بعض الأمور مستحبات يومية الأدعية التي تقرأ في كل يوم هناك أدعية معينة التعقيبات مثلا التعقيبات العامة التعقيبات الخاصة بصلاة الصبح التعقيبات الخاصة بصلاة الظهر التعقيبات الخاصة بصلاة العاصر مثلا زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من حاجات الروح في كل يوم الحديث المشهور حتى من سمعتم هذا الحديث حديث مشهور رواه جمهرة من أصحاب المجاميع الحديثية في الكافي موجود في التهذيب موجود في من لا يحضره الفقه موجود في كامل الزيارات موجود في غيرها من الكتب الإمام أبو عبد الله الصادق حسب هذا الحديث الشريف يقول لسدير الصيرفي مضمون الرواية الشريفة قال له تزور الحسين عليه الصلاة والسلام مضمون الرواية طبعا في كل يوم قال جعلت في ذاك لا فقال عليه الصلاة والسلام ما أجفاكم أتزوره أو تزورونه في كل جمعة في كل جمعة يعني في كل أسبوع كلمة جمعة كثيرا ما تطلق على يوم الجمعة كثيرا ما تطلق على الأسبوع قال لا قال عليه الصلاة والسلام فتزورونه في كل شهر قال لا قال عليه الصلاة والسلام فتزورونه في كل سنة قال قد يكون ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ما أجفاكم للحسين عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل ألف ألف ملك في بعض النسخ ألفي ألف ملك يبكونه ويزورونه ولا يملون مضمون الرواية الشريفة يعني لا تتصور الإمام الحسين بحاجة إلي وإلك عنده زوار ألف ألف أو ألفي ألف هؤلاء بالسمرار يزورونه زيارة الملائكة أي وزيارة نايم ولكن هذا الجفاء هذا ضرره لك فقال سدير أن بيننا وبينه فراسخ كثيرة لا تمكن أن أذهب إليه كل يوم فقال عليه الصلاة والسلام اصعد إلى سطح بيتك وتوجه مضمون الرواية الشريفة نحو الحسين عليه الصلاة والسلام وقل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته تكتب لك زورة يعني زيارة والزورة حجة وعمره في كل يوم زيارة عشرة تعرفون هذه الزيارة بالذات ورد في نفس الرواية الشريفة التي ذكرت هذه الزيارة ورد أن الإنسان إذا تمكن أن يزور الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة بزيارة عشرة في كل يوم من أيام دهره في كل عمرك في كل يوم تزور الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة هذا شيء لا تستغني عنه الروح بصورة يومية روحك تحتاج أن ترتبط يومياً على الأقل مرة بالإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذه حاجة الروح ارتباطه سيد الشهداء شيء عظيم جداً هذا يخرق بطن الشيطان الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء في الحديث المشهور عنه لأن دبنك صباحاً ومساءاً ندبت سيد الشهداء حاجة تحتاجها الروح صباحاً ومساءاً هذه حاجات يومية ورد استحبابها أو وجوبها في كل يوم هناك حاجات أسبوعية بعض الأدعية تقرأ ليالي الجمعة تكفيك هذا الشيء الذي يرتبط بروحك تحتاجه في كل أسبوع مرة الصلاة الفلانية إذا صليتها إلى أسبوع أنت محفوظ الدعاء الفلاني الذي تقرأه في يوم الجمعة في ليلة الجمعة هذه حاجات أسبوعية هناك حاجات شهرية صلاة أول الشهر حاجة شهرية للروح هناك حاجات سنوية العمل الفلاني في اليوم الأول من رجب في كل سنة صلاة ليلة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب العمل الفلاني في النصف من شعبان العمل الفلاني في عيد الغدير هذه أمور تحتاجها الروح في السنة مرة الأمور المختلفة وهناك شيء واحد مرتبط بأمن الروح الأمن ضد عدوين قويين الشيطان والنفس الأمار بل أكثر من عدوين أعداء نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي عندنا هكذا أعداء يا الله هناك شيء مرتبط بأمن الروح ما هو الحذر الانتباع المراقبة الدائمية في الحديث الشريف ليس مننا من لم يحاسب نفسه في كل يوم الحديث واضح يقول هذا أقل شيء أقل شيء باليوم مرة وإلا المفروض الإنسان دائما يحاسب نفسه أما الذي لا يحاسب نفسه في اليوم مرة على الأقل هذا ليس مننا هذا أين وأين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأين أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا الغافل باليوم مرة أما يحاسب نفسه هذا عند يعيش ينتبه أنه عنده وهكذا عدو خطير أم لا عنده سارق باستمرار يسرق منه لا يحاسب نفسه عندك تكان عندك محل وتعرف أنه يوجد سارق باستمرار يسرق منك لا تنتبه لا تحاسب نفسك جرد يومي ما تصنع انتباه ليس مننا من لم يحاسب نفسه في كل يوم ليس أكثر شيء لا انتباهي في كل الساعات لأن العدو عدوك في كل تساعات المنبه يرن قم لصلاة الصبح هنا يأتيك المنبه صوته يخرج قم لصلاة الليل هنا يأتيك زوجتك تقول لك كلمة جارحة فورة الغضب هنا يأتيك أنت مع طفلك الطفل عمل عملاً أغضبك الطفل الذي لا يستحق الضرب طفل صغير مثلاً لا يجوز ضربه أحياناً هنا يأتيك هذا العدو من؟ عدو قدير منتبه خطير اسمه الشيطان ويساعده عدو داخلي اسمه نفس الأمارة بالسوء يعني عدو خارجي وعند جاسوس لا جاسوس عدو داخلي اسمه النفس الأمارة بالسوء أنت مع امرأة يأتيك أنت في السيارة لوحدك منظر محرم يمر أمامك يأتيك هذا العدو تحصل على أموال فيها الخمس يأتيك تجارة تتمكن أن تخدع الطرف الآخر تكسب منه بالغبن يأتيك شهوة من الشهوات أثيرت شهوة الأكل جائع جدا أمامك طعام حرام لا المؤمن إن شاء الله لا يفكر في الطعام الحرام طعام مشتبه يأتيك عدو نبيه نبيه منتبه مع هكذا عدو كيف نعيش نعيش كمان نعيش أصلا لا نفكر في هذا العدو أصلا هذا العدو خارج عن إطار تفكيرنا ليل نهار رايح جاي أصلا لا يفكر في هذا العدو ممكن أين يأخذك هذا العدو يسقط الإنسان في شباك الشيطان أم لا وإذا سقط الشيطان جدا جدا عنيف جدا جدا خبيل يسحل الإنسان يذل الإنسان يسوقه كما يسوق العبيد هكذا الشيطان تقبل الإمام أبو جعفر عليه الصلاة والسلام الباقر صلوات الله عليهما في حديث عن جابر الجعفي يقول لجابر في مقطع من هذا الحديث الشريف أهل الدنيا أهل غفلة وكان المؤمنون في بعض النسخ وكأن المؤمنين الظاهر النسخة الأولى هي الأصح وكان كان الاستمرارية إحدى معاني كان التي تستخدم هذه الكلمة للاستمرارية وكان المؤمنون هم الفقهاء الفقه هنا بمعنى الفقه لغة في اللغة الفقه في اللغة بمعنى الفهم الذي يفهم هو المؤمن يفهم المعادلة يفهم أنه لا يمكن أن يكون غافلا أهل فكرة وعبرة وكان المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة يفكر يفكر يعتبر هو الفاهم لا يغفل الآخرون غافلون يا أخي عندك عدو الآخرون لا يفهمون الذي يفهم من هو؟ هو المؤمن يا أيها الذين آمنوا الآية الأخيرة من سورة العمران يا أيها الذين آمنوا أربعة أوامر أصبروه شاهدنا في الثالث أصبروه وصابروه ورابطوه واتق الله لعلكم تفلحون لعلى في القرآن الكريم بمعنى لكي تفلحوا كلمة لعلى من الله سبحانه وتعالى ليست بمعنى لعلمنا لعلى إذا قلته أنا يعني ربما يحدث ربما لا يحدث أنا لا أعلم الله يعلم في القرآن الكريم إذا جاءت هذه الكلمة عن لسان الله سبحانه وتعالى عن الله عز وجل تكون بمعنى النتيجة يعني لكي تريد أن تفلح اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله شاهدونا رابطوا رابطوا يعني ماذا يعني إذا يكون عندك حبل رباط لا شيء مقطع يتمكن الشيطان أن يتخطه مربوط بشيء بالجبل بركن وثيق ربط استمرارية انضباط الحديث طويل ولكن هذه الكلمة تكفينا هم الفقهاء لنفهم الحياة الحياة بدون انضباط بدون مرابطة حسب تعبير القرآن الكريم رابطوا بدون استمرارية لا يمكن أن يعيش الإنسان فيها القضية ليست لعب أطفال بعضنا يبلغ من العمر عمر الشيخوخة وبعد وبعد يلعب يعتبر الدنيا كأنه لعبة يا أخي الدنيا ليست لعبة أكلك ليس لعبة نومك ليس لعبة هذه الأمور راحتك ليس لعبة كل شيء بحساب عدو خطير رابطوا نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا اللهم لا تجعل الشيطان شريكنا اللهم اقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك فنصبح من كيده في المعصومين بك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة